سيام تامر ينقل كرة عالية هناك الرأسية إلى شهر الطويل شهر مع فادي عيسى فادي والكرة العرضية التي تبحث عن رأسية لكن أنور الأقرع والقول هدف هدف أول بالنسبة لشباب الخليل عبر شهر الطويل خطأ من خلال الحارس أنور الأقرع ومتابعة جيدة من خلال شهر الطويل اللي يشهر أول أهداف شباب الخليل في المواجهة مع الدقيقة السادسة من عمر هذه المباراة واحد صف هذه الكرة من فادي عيسى لعبت عالية ولكن سوء التصرف والمتابعة الموجودة السعودية لحضور قرعة البطولة اللي ستجرى مساء هذا اليوم هذا هدف شهر الطويل بسهولة مطلقة أودع الكرة في مرمى الإسلامي اللي يستقبل الآن الهدف رقم 66 في الموسم الشهر في النظرة في النقلة في اليسار هو الأضرار شهر الطويل يشهر ثاني أهداف المباراة عبر كرة فائتة وضعت في الزاوية اليمنى بإحكام لمرمى إسلامي قلقيلية اللي تتعاظم جراحاته تتضاعف خساراته في هذا الموسم من بوابة الكرة الماضية التي ولجت أو نقول سكنت في مرمى النادي الإسلامي وكين عبدالله كان خلف الهدف في اللعبة الماضية وبالتالي نقل الكرة بصورة رائعة للمتربص هنالك بقدم اليمنى وضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى فريق إسلامي قلقيلية اللي جراحاته أكيد أنها تضاعف وتزداد والخسارة الحادية والعشرين في الموسم تلك هي أكبر حصيلة من الخسارات لناد لعب في المحترفين يا إسلامي روح أخواكين في النقلة نظرات وفينش جيد من خلال شهر وهذا النيس في مرحلة الإياب هناك ست نقاط من هذه الثلاثة تعادلات وبالتالي ووو جول جول رائع جدا من خلال محمود أبو وردي رأسية تسكن مرمى الكتيبة القلقيلية من خلال محمود أبو وردي ثالث الأهداف وكثير من العذابات شباب الخليل يرتقي للترتيب الثالث بثلاثية للآن في مرمى الناد الإسلامي أبو وردي هذه المرة هو من سجل هو من ارتقى لكرة إخواكين عبد الله اللي سجل أسست ثاني في المباراة الحالية هل كان هدف عكسي أم أنه وردي هو من ارتقى وردي نعم محمود أبو وردي يزرع وردة ثالثة في مرمى إسلامي قلقيلية بعد عرضية مثالية متقنة من خلال إخواكين عبد الله موسى في راوي مع البهداري في راوي مع عدي خروب كرة عالية إلى موسى موسى ترابين عالمي يا ترابين عالمي عالمي قول موسى والقول ترابين بحرفة يسجل رابع الاهداف للكتيبة الشبابية واحدا من الاهداف الرائعة للغاية في موسم دوري الشهيد دراغمي يأتي من خلال موسى ترابين بحرفة كبيرة وضع الكرة في مرمى الإسلامي موسى موسى ترابين يبين عن رابع الاهداف للكتيبة الشبابية غلة كبيرة ونتيجة عريضة لأبيض العميد هنا البداية عدي هو من صنع عدي هو من لعب ترابين استقبل ومن فوق الحارس بحرفنا وبرواجان عالي في راوي مع عدي خروب هي لعباته خروب هي نقلاته وترابين عالمي ترابين هدف رائع يسجل في ختام هذا الموسم من كرة طويلة بيسرع دي خروب خلف الدفاعات استقبل باليسار وباليمين وضعها من فوق الحارس نقلة رائعة في ظهر الدفاع من تامر السيعمي لموسى ترابين موسى موسى قول موسى قول موسى قول الشباب بالخمسة يتقدموا ترابين مرتين شاهر مرتين واردي مرة هذه خماسية شبابية ثقيلة على اسلام قلقيلة في ختام الموسم وختام بطولة الدوري موسى ترابين انطلق في يسار الملعب بروعة وانهى الكرة في شباك مرمى الحارس مازن ابو الشيخ يتلقى الهدف موسى ترابين مهارة عالية قدرات جيدة للغاية وانطلقت موسى ترابين خلف الدفاع من خلال مراوغة رائعة ووضع الكرة في الزاوية البعيدة باحكام تمريرة بيسرى تامر سيام والوصول من موسى ترابين لمرمى الاسلامي مرتين في المباراة موسى بارع ومرشح لتسجيل الهاتريك ترابين في انطلاقة قوية وضع الكرة في مرمى الكتيبة القلقيلية سامارة لي عطعوت مقطوعة تامر ترابين ترابين والهاتريك ترابين والهاتريك رفقا رفقا يا شباب بالاسلامي رفقا سداسية ثقيلة منها ثلاثية للأسمران الجميل موسى ترابين والهاتريك في هذه المباراة رغم دخوله في شوط اللقاء الثاني هاتريك لموسى هاتريك لترابين بروع الشباب ينجز المهمة بنتيجة ثقيلة رفقا رفقا بالاسلامي رفقا بالاسلامي يترابين راوغ وانطلق من الطرف الايسر وبقدم اليسرى من بين اكيد المدافعين جعل مرمى الاسلامي يمنى بهدف سادس في هذه المباراة خروب والصيام صيام في الصناعة ترابين باليمنى اخذ الكرة وباليسرى وضعها بصورة قوية ترجمة نانسي قنقر